من قتلني تسأل وتنتظر الإجابة أو قتأوي شهيدا في فراش قافلة من الشهداء وهذه جموع كخرجة اليوم تنطق بحق شهيد طالب بالحق منتصرا لاسم واحد لغير للعراق واليوم كما حدد الموعد أو فالمتظاهرون بوعدهم يريدون وطنا ويطلبون بمحاسبة القتلة إذن فالمصور على قائمة الشهداء أو قد يكون والراحل شهيد والمطالب بالحقوق مشروع شهيد جديد كل هذا ليس نظما للقصيد إنما مسلسل لم ينتهي بعد على ساحة الغضب التي يتحرك لها نشطاء البلاد بحثا عن يوم منتظر يمنحهم حقا بالحياة العدلين راجعين اسم التظاهر الذي يختزل الكثير من رجوع لم يمل منه المطالبون بحياتهم المسلوبة أما التغيير شاشة العراقيين كانت حاضرة كما في كل مرة وثقت عدستها الصوت والصورة لكنها كشفت أيضا عن القبض على أربعة مندسين يحملون أسلحة جارحة قرب ساحة التحرير وهذا ليس بالجديد فالقصة باتت مفهومة في أذهان العراقيين في الجانب الآخر تجدد الجهات الأمنية بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة ضمان حرية المتظاهرين فيما تصدر الأنباء عن اشتباكات بين قوات أمنية ومتظاهرين تعود بغداد مجددا بيوم غضب يكرر ما مضى من تشرين التي قال الشعب فيها كلمته لكن الغضب أكبر من بغداد فهو بحجم البلاد في ساحة النسور تحلق نسور الكلمات تطالب وتهتف في الساحات كما تفعل ذات المبدأ في المنصات وما يكتبونه على الشعارات يريدنا تحقيقا للعدالة مطالبين غير متوقفين بمحاسبة قتلة المتظاهرين سيما الانتخابات التي سبق فيها صندوق الموت صناديق الاقتراح ترجمة نانسي قنقر